ميس، هذه الفقرة، فقرة أسئلة مننا، سأسألك مجموعة أسئلة قليلاً يمكن أن تكون صعبة وليس لن يبقى واحد الثاني وإذا لم تجاوبتي على أكثر من السؤال، يعني سمح سؤال لا تجاوبين عليه، ستسوي تحدي ما تفقين؟ أي تحدي؟ نحن نرى جولفة حديدة ميس، من الكوميديان العراقية الأولى اليوم؟ أوجه حلوة جميلة، يعني اليوم محلياً، أكو آلاء وأكو سولاف وأكو تمارة جمال وأكو بصراحة والآن طلعت نريمان، عجبتني أيضاً بالأداء، فأكو كوميديانات حلوية زينة، اشتهرت ببدايتي بأداء أدوار نوعاً ما كانت جريئة أو استعراضية بعدها انقطعت عنها، إذا عرض عليك اليوم دور بجرأة بالطرح، ممكن أنتوافقين أو لا؟ ممكن لا، ليش؟ حسب اليوم وضعك أنت شنو؟ حسب طبيعة أنت اليوم في مراحل بالحياة، اليوم الحياة تقف لهذه المرحلة، ما تقدر أنت تسوي اللي سويته اليوم أنت تتمشي بعد عشر سنوات، أنت ما تعرف وين رح تكون الإمكانية أو شنو الوضع أنت قبل كان عندك حرية أكثر، أنت بعدين وصلت إلى منطقة لا، الحرية توقفت، فليس حسب مراحل الحياة طيب، من فترة انتشار فيديو لسيدة أجنبية، كانت بملابس سباحة، ونصب الفيديو أنها إلتش، أنها ميس قمر طبعاً أنت أنكرت وطلعت الفيديو الأصلي وانكرت، لا أفواً، قلعت الفيديو الأصلي سأعلك من إذنك، وانكرت، هذا الفيديو كان لسيدة أسترالية مقيمة في أمريكا وشكراً لفانزاتي وموراد وفاطمة وهنودة وحسوني اللي جابوا الفيديو وانطيته للإعلام، وأنا أصلاً رياضية كنت لعب الجنباز فلا أحد تحدث في هذا الجانب، لكون سيدة أجنبية وشوية مدبدبة هل بصراحة كانت ممثلة خلف انتشار هذا الفيديو حسب توقعك؟ لا أعرف نعم أو لا؟ لا أعرف صدق لا أعرف نعم، نصدق ما تعرفين دبلباسية ميس قمر كانت سبب رئيسي بنجاحها وتواجدها، نعم أو لا؟ نعم نعم نزل اسمك على انتقاد كل شي غريب أنت على اساس ناقدة مسلسل معاوية التي بقتها أثار الجدل ومسلسل ثاني ونزلت تكذيب بالسوشال ميديا أن هذا الشيء مفتعل من قبل شخصيات أعرفهم بالحقيقة لكن أنت لا توجد فيسبوك بالحقيقة لا توجد فيسبوك وإذا أقول لكم كان لدي فيسبوك أول وحدة سويت فيسبوك وهكرت الشغالة التي لدي لا والله شو مشغل أويات؟ والله العظيم وبقى فظلت على انستجرام والسنابجات نشرت على انستجرام كلمة لا تمنحها فيهين شرف عداوتك من قصدتي؟ المعني إعلامية كويتية دائما تنتقدتك ومسل معنا من عندك أي رد عليها نعم كلمة واحدة تردين عليها لا تعليق الخضاء يأخذ مجرى سويت دور أم للممثلة العمانية أعتقد بوثينا الرئيسي وهي ليست صغيرة من عمرت تقريبا هي في عمرت تقريبا دائما تكررين هذا الشيء نستخدم دور أم لشابات بعمرت تقريبا أول شيء أنا ممثلة لا أخشى العمر أنا لعبت دور كبير مع الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا أطلع بيبي وأني أصغر وحدة كنت بالعمل فالممثل مو حصر إذا يقدر يمثل أكبر من الدور أو أصغر من الدور أنا اليوم مو أستعرض عمري والله أنا صغيرة أنا أقول لا اليوم نحن أدن أكبر فأني أقدم شخصيات وأقنع بيها المشاهد لأنني أكبر من هذا الشيء لديك عقدة العمر أبدا لو عندي عقدة بالعمر لا أخذ شخصيات أكبر مني كيفية عمري أنا اليوم وإثمانة وسبعين من التقيس اعترفت على ما نادرة هذه الأقطة لا 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 شيء موجود حقيقي خلصتها الفقرة شكرا